بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب كلية الألون قسم الأحياء جمعة الملك خالد تحياتي لكم جميعا النهاردة بنكلم في الحبليات وبنكلم في سمكة البولتي وبنكلم على الجهاز العصبي الجهاز العصبي تمام تعرف أنه عبارة عن جهاز عصبي المركزي وجهاز عصبي طرفي المركزي عبارة عن مخ والحبل الشوكي والطرفي عبارة عن مجموم العصاب المخية والأعصاب الشوكية المخ في أول جزء في السمكة البولتي عبارة عن ثلاث أجزاء مخ أمامي مخ متوسط ومخ خلفي زي أي مخ خدنا بجهاز المخ الأمامي منطقة مخ أمامية ومنطقة سرير المخ والضاين سفن طيب البصائلات الشمية اللي هي بسموها اللي هي البصائلات الشمية الفاكتوري بولب ده موجود في منطقة المخ الأمامي منطقة سرير المخ مختزل ودحمل على نحاء الزهرية عنق سنوبرية زي أي من أي نحاء الزهرية دايما يبقى فيه الغدة سنوبرية أو السق السنوبرية وتبقى ضمرة في سمكة البولتي الحال البطنية يبقى فيه قمع صغير كده خالص اللي هو جزء يمتد ليه اللي هو الغدة النوخمية برضو زي أي مخ أمامي نحاء الزهرية سنوبرية نحاء البطنية غدة النوخمية المخ المتوسط والميدبرين تتمثل من فصين بصريين وهما كبيرة الحجم لأنها اعتمدت على حاسة البصر من الحياة البطنية وأمام الغدة السنوبرية زي ما قلنا يعبر العصب البصري الأيمن العصر البصري الأيسر ويحصل فيه بينهم بعد منطقة عبور كده أو تصالب يسموها تصالب البصر يمر العصب الأيمن من العين اليسرى ويمر العصب الأيسر للعين اليمنى وللمخ المتوسط مية كبرى فيما تعلق بالتعلم والاتصال وأداء السلوك المعقد للأسماك وفي أي كائن أخر طبعا الأسماك المخ الخلفي أبار عن مخيخ كبير جدا ومنحنى على نفسه ويقع المخيخ على السطح الزهري ويحتوي معظم منطقة النخاع المستطيل يعني هو يغطى جزء من منطقة النخاع المستطيل بعد كده يطلع من المخيخ السيربيلم هيطلع منه المدلة أو النخاع المستطيل النخاع المستطيل صغير وامتد للخلف عشان يديك حبل شوكي وامتد يخرج من منطقة المخ منطقة الرأس ويطلع فيه يمتد فيه العمود الفقري ويكون الحبل الشوكي يبقى المخ الخلفي عبارة عن سيربيلم مخيخ ومدلة بعد كده في جهاز العصبي برده فيه جهاز الخط الجانيبي كلمنا عليه قبل كده بسامك دوج فيش وان خط واحد هنا عبارة عن خطين متطور شوية في الأسماك مشاعات الزعانب كل عضو حسي يقع فيه ثقب يعني لو انا خط عندي خط كده هتلاقي فيه ثقوب كده بالشكل ده كده اهو ممتدة كده بالشكل ده وده الخط الجانيبي الخط موجود كده ويطلع منه تفرعات صغيرة موجودة في الخلايا الموجودة هنا اللي بدون بعملت الإحساس طيب تصل هذه الثقوب بالماء المحيط الخارجي وتصل للثقوب بعضها البعض عن طريق قناة سامة قناة الخط الجانيبي وتصلها عصاب عن طريق فرع الخط الجانيبي من العصب الحائر والعصب العاشر ورد وصل للخط الجانيبي بالشكل ده والخط الجانيبي وصف أساسي طبعا هي عملية الإحساس بالموجات الضغط المحيطة بالأسماك ده لو جيت تشوف ده المخ هذا المخ الأمامي وده المخ المتوسط وده المخ الخلفي المخ الأمامي زي ما احنا قلنا البصيلة الشمية وده بقى صغيرة وبعد كده هيبقى فيه الجزء اللي هو سرير المخ اللي هو الضاين سفر عن حال الظهرية هتلاقي فيه جسم صنوبرا هنا عن حال البطنية هتلاقي فيه ناحية تانية هتلاقي فيه الغدة النخمية بتدرك لند عن حال بقى النجل المخ المتوسط تلاقي فيه اللي هو الفصين بصريين وهم بشكل إذن تجاهوا حجمهم كبير صنوع عملية الرؤية بعد كده مخ الخلف أي مخ الخلف عبارة عن سيربيلوم وعبارة عن الميدالة أو النخاع المستطيل بعد كده يمتد طبعا فيه البطنة الرابع ده موجود هو عبارة عن فراع كده صغير بعد كده بيبدأ يمتد فيه وبعد النخاع المستطيل يبدأ فيه الحبل الشوكي اللي امتد للخلف ده شكل بوضح لك ان فيه دار جلد هنا بتاع البشرة وبعدين هتلاقي فيه قنوات بتفتع فيه فيه الخط الجانيبي قنوات الخط الجانيبي هتلاقي فيه هنا عصب الخط الجانيبي اللي وجهي من العصب الحائر هتلاع فيه التفرعات كده داخله فيه الخلايا اللي بتقوم بعملية الإحساس بالتموجات ده بعد كده فيه جهاز البولي أو رينو جيناثل سيستم الجهاز عبارة عن ايه كليتين مستطلاتين اسف العمود الفقر زي ما احنا قلنا اه وتوجد كل كليا فيها قناة بولية تحد مع بعضها البعض وتديك ايه قناة بولية مشتركة اذا الكليتين اهو هذا الجزء اهو وهذا الجزء اهو ده قناة بولية وده قناة بولية تشترك مع بعض ويديك الايه القناة الاخراجية المشتركة دي قناة اخراجية من كليا وده قناة اخراجية من كليا وده قناة اخراجية من كليا القناة الإخراجية المشتركة دي بتفتح فيها جزء صغير اللي انت شافه ده هو المسانة البولية المسانة البولية مع بعضها كده تفتح للآخر خالص بفتحة للخارج لو اندمج مع قناة اخرى وفتحت فيها كده تعرف على طول ان ده ميل ويبدأ جهاز البولي للذكر ليه لان حصل اندمج مع بين قناة المجرى البولي والمجرى التناسولي ده خص يمين وخص شمال ده بعاء الناقلي تحت مع بعض بعاء ناقل مشترك ي الندامج مع بعضوا بحلم البولية التناسلية البولية تناسلية من اندمج الاثنين مع بعضه يتفتح للآخر county بفتحة بوليه تناسلية قبليها على طول فتحة الإخراجة فيه زجر للؤون ستلايقى في فتحة الصت وفتحة التناسلية وفتحة بولية لاني ما فيش اندمج ما بين البولية ولتناسلية وبالتالي يبقى عندك هنا أنoa集لتين فناية اخراجية واخنية اخراجية مشتركة تفتح مع بعضها بفتحة اللي من المسانة وتفتح بفتحة بولية Urinary opening بالنسبة لديها تلاقي ده عبارة عن المبيض ومتالئ بالبيضات بقناة البيض ومتالئة بالبيض مشتركة بفتحة تناسلية وقبلها فتحة 1-2-3 وهنا 1-2 ده الفميل وده الميل تنتفق جزء منها اللي تكون المسانة البولية زي ما تشاهف كلا من القناة الموجودة يبقى عندك جائزة بولية تناسلية للذكر كليتين قناتين بوليتين وخصيتين وعاء ناقل إن دمجوا مع بعض بقناة بولية مشتركة وتفتح بقناة بولية تناسلية بالنسبة للأنسة هتلاقي كليتين قناة بوليتين والمبيض وقناتين البيض ده لحالها تفتح قناة بولية مشتركة فتحة بولية تناسلية وهنا فتحة بولية أو هنا قناة بيض مشتركة بفتحة تناسلية أنا عندي الفتحة بولية تناسلية بولية تناسلية ده في الزكر وفتحة تناسلية فقط في الأنس يبعندي بولية وتناسلية هنا بولية تناسلية بدا زكر وهنا بتبقى أنس لم يبقى في بولية وفي تناسلية كل فتحة لحل ده شكل خارجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته